السلام عليكم ، معكم شيف والد ان شاء الله تكونوا بخير و سحتكم لأفسكم اليوم ان شاء الله رجعت لكم هذه الوصفة بتع السفة قلت لي وحدة في الكمنتر شيف والد درنا السفة بالطعام المتوسط اليوم اجبت لكم هذه الوصفة بتع السفة بالطعام المتوسط ستكوني تلحت وصباعت ليكم قبل ان نبدأوا الوصفة طعام السوتيمي لهو دير لكم مسابقة تربحوا عمران كان قاعدوا سبع أشخاص كانوا من 4 ربحين قعدوا 7 سوسيمي قال لكم صوروا شيروا سوسيمي كما كنت لاحظوا تانتا سوسيمي كما حبيتوا وقدروا طعام صوروا له الطابق تانتا سوسيمي صوروا له الطابق تانتا طعام موراه الباكي هدك وبعتو لهم في لاباش تحوم وتكونوا أبوني معهم في لاباش تحوم نتبه لكم في صندوق الوصف وطاقي وثلاثة شغل طاقي وثلاثة في فيسبوك وطاقي وثلاثة أشخاص إن شاء الله تكونوا من الربيحين هذا هو مشورط جد بسيطة هكذا نكتب لكم في صندوق الوصف هذا أشرو هذا الطعام السوسيمي تسيبه في الوصف متوفر تسير المنتج هدايا عندكم لها شخص بسربحوا ومش يغل شخص واحد عندكم 7 أشخاص سوف يشتركوا مخسرتوا سيقدروا مني زابون يتوائي يربحوا سبعة هذا كما قلت لكم لا تنسوا نبدأ بالوصفة اليوم الديت رطل تاع طعام متوسط تاع السوسيمي كما قلت لحظوا هدايا نضي هدية الجفنة نضير فيها هذا الطعام ديالي ونضير فوقه زج مغارف كبار تاع الزيت عادية زيت المائدة زج مغارف هنا زج مغارف تاع الزيت كما قلت لحظوا نضيرها مع طعام تاعي كامل هكذا نحكو بنيتها بش دخول كامل الزيت فهدك طعام علش نضير هاد طريقة بش ما يجيني يتعجل لطعام ديالي وتاني بش نصير يبللك طعام في الكسكاس ما رحش يرسق ليه بزاف عذا ما كان وني فيتي وهدك اللي يرسق في الكسكاس المهم دهنت الطعام متاعي بش مغارف الزيت وماللو لنا تركزوا معي جيدا رطل طعام معنطها رطل الماء صافي عندنا 500 نقرام بتاع القاعدة عامة في الصفة نخدمها في العراس هكذا في العراس نخدمها صفة هكذا رطل طعام نضيل رطل طعام قد الماء قد طعام شوفوا هنا نبدأ نشمخ فيه هذي ما زي ما فورتو ما زي ما دخلو وكان اللي يغسل وطعام نتحهم أنا ما نغسل لي وش ما كتب شاري لكم نضيل موامل باكي نبدأ نشمخ فيه هكذا شوفوا نشمخ في طعام ديالي هكذا شوفوا والصفة كنت ديجا في فيديو سابق خلط لكم بين طعام المتوسط وطعام الرقيق كامل مهاد المرة كيشت واحدة قات لي عندي غرب طعام متوسط جبت لكم نيومة غرب طعام متوسط باش نوري لكم بالصفات نجح لكم صوات خلطوا لها رقيق متوسط صوات ديروها غرب المتوسط فقط عدام مكان دو كيشمخ تهاب الماء كامل هذك اللي كان عندي ارتلت على الماء سوا سوا وشرح ندير نخليها تشرب هايليك نخليها تشرب جيدا كيشرب نعود نرجع لكم كيما كنت لاحظو ما هنا طعام تائرة وشرب كامل هذك الماء اللي درتو كيما قلت لكم قاعدة عامة أنا نشرح لكم هكذا على الجل المبتدئات ما نشرح للي يعرفو يديرو طعام ولي يعرفو يديرو الصفة ولي يعرفو يديرو طعام بالمرقى ما نحكي على هذك الفئة راني نحكي على الفئة لما يتبعوني جدد ولي راني نعلمهم كيف يديرو الصفة كيف يتجاهلون الصفة اليوم أحب نشاركها معكم كيشرب الطعام كامل افتحوه بين يديكم حتى نحوله كامل هذك مانير بير حتى نقول البراكس لما يسموهم البراكس ولا جوزيبا هذك كل واحد في كوموتر يقول لي الضوائرات اللي يجوا في الطعام هذك تحلوهم كامل بين يديكم هكذا الكسكاس ديالي دهنتو بشوية عز زيت دهنتو بشوية عز زيت مش ما يرسق لكم مش طعام ودرتو في الكسكاس هاي ديجا القدرتها يديت لها الماء وخليطها طفور عفوا نحن نسيت بش نقول لكم كي كنت ندفق عليه الماء هذا 500 مغرفة صغيرة تعال ملح نسيت بش نقول لكم وفيديو ما حكم ليش الملح المهم ديرو مغرفة صغيرة تعال ملح ما تكتروش بزاف مغرفة صغيرة الشيء مع مراتكم ممسوحة تعال ملح ووالا درسو يفور تفوير اللولا كما كنت لاحظو غير ما يفور لي شوفوا لي يعرف شو أنا نقول لي ما يعرف غير ما يبدأ يخرج البوخار جيد يخرج ملح مطعام بتاعكم أحسب لي ثلث دقائق ونحو من تفوير حتى ترى البوخار يخرج لكم ملح غير ما ترى البوخار يخرج لكم ملح أحسب لي طروا ملح لكي نحو نحيت راح نزيد لو تبعوني ملح مع الأول قنا رطل الطعام رطل ماء دوك هو ملح ملح ونحو زوجكيسان ونصف هذا المرة قريب زوجكيسان لا تصل زوجكيسان حليب حليب ملح ملح جيدا في الكسكاس لكي شرب حليب قلبت في الجفنة ونجعله سهلة طريقة جيدة سهلة هنا سخون ونجعله لكي حبيبات ونجعله نغطيه ونجعله ونجعله حتى يبرد لكم لا 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 هنا سيب بعد نجعله سخانة كثيرا بدأت نفتحه بالنيدية المهم لا يجعله هذا ما كان قبل أن نفتحه بالنيدية هنا كما تقدروا تزيدوا مغرفة هنا 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 نجعله بطعام هذا لا يتعجد لذلك لذلك المهم هنا سنجعله تفويره الثانية لطعام بتاعي شاهدوا فليكسكاس كما تلاحظوا بعدما نشرب هذا الحليب سنعود ونفوره تفويره كما الطريقة لو تشاهدوا البوخار بدأ يخرج لكم جيدا حسبوا طبعا لا ينطل نحيوه هنا تفويره ثانية نحيته في الجفنة ونجعله ملعقة كبيرة زبدة حرة مارغارين من الأحسن لا نقول لكم من الأحسن تديروا زبدة من الأحسن ونجعله مالغارين ونجعله الزبدة الحرة سوف تحصل من الأحسن سوف نفتح كامل هذا الطعام بفوه خطرها سخون كما كنت لاحظوا من الأحسن من الأحسن تفوروه ثلث خطرات ونجعله مالغارين مالغارين ونجعله 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 بفوه من الأحسن تفوروه الخطرات وكاين بزاف لكم السفة من قبل 8 شهر قالوا لي لماذا تشمخها بالحليب احنا نشمخوها غب الماء انا شوفوا السفة انا مش الوصفاتها الوصفات المرحومة ماني ربي رحمها كانت ترغب بالحليب تعاودها بالحليب جمعيش تعاودتها بالماء حقدا انا قاعدت في هذه الطريقة تعاودها بالحليب عاودها لكم بالحليب حقدا وصح القوكي تاكلوا تاكلوا وتبكيوا تلموا بنينا دوك احنا بش ناصير يبليك طعمتها يخج لي لحبة نحكم الخراج اللهم عام بعد يش يقولولو انا ما شوية منعرفش في السياير هاد سواور هادوما السيار هدايا يشغل التوقوب هادوما شو يخشان يخرج ما يخشين مش يرقيق يسموه الخراج صافيك انا غربلته كامل بش ناصيري ورنحي يقول حبابات لديه اللي براكس أداما كان دوك شوفو كي سيرته كامل خليته حكمت اسمو هدا زبيب كنت مشمخ وحد نص ساعة من قبل في المظهر نعرفو في السفة كان يديلها المظهر السفة بش جي تريح مريحة كان يديلها الرشات على القرفة انا اليوم مفضلت نخلي الزبيب داخل المظهر اختر ماء ونضغطوه بالماء في الكسكاس لتحدثه باش نفور الصفه تفويره الثالثه شوفوا رقل طعام الله يبارك خرز لي قسعة إلى قس عشره أشخاص شوفين كيف عاش تاكلوا و توكلوا خليتوا يفور لي تفورها الثالثه كالعادة كيف يفور لي طعام نشوفوا فر لي جيدا نحهم من الكسكاس التاعه شوفوا زبابره طايب غير ما يكون سخون نرميله مغرفة كبيرة على زبدة وتاني كان عندي شوية دهان الحر ولي يقولوا لي السمن الحر هذا شريته في رويبة نخدم به بزاف لو قد تعوه شوية قاسح نعرفه بليك السمن الحر يجي ريح شوية ثو قد رخلو مغرفة صغيرة تع السمن وزبدة زبدة توجر حرها كيف كيف كما كنت لاحظو هنايا نبدأ نخلط جيدا في طعام بتاعي بيش دوب لها ديك السبدة غير ما دوب لها ديك السبدة وشو هندير احنا عندي مكسيرات اي نوع تعم مكسيرات كان عندكم انتوما انا خضيت جوز و لوز كانوا محمصين ومرحيين اللوز كان بالقوشور ديالو والجوز كنت عارفو الجوز نوك حمصتهم خليتهم بردو طحنتهم مرقيق مخشين بزاف يكونوا مواين وخلطهم جيدة مع طعام بتاعي شوفوا طعام تعم مكسيرات ليقولوا المسفوف بالمكسيرات انا شخصيا نحبوه بالمزاف ستوكي تقدم مع الاخير بالعسل الحر بالعسل الحر بالعسل الحر جاء الله اقول لها العسل الحر تفيقولوا بالعسل الحر مع شوية شكر يقلاش فيها مكسيرات تزين شوية بيستاش كان عندكم تزين يقعد اختياري وديرولو هذيك العسل وكاسل لبن يكون بارد إن شاء الله نكون شاهدكم في الجنة سمحوا لي إذا شاهدكم هذا الطعام منك غرف نحبه أنا ميندك اخترا في سمانة كينتا هذا باعز جشت على صباح نود نديرو شوفوا لي الطعام شحل جاش باب جاكي مال رفيس اللي اخترا درناه رفيس كيف كيف أنا وياكم بدت تزين شغلي شبال الرفيس جربوا لي هذي الوصفة وقلوا لي في التعليقات أيضا الله